نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تراجع الحكومة عن مشروعات تطوير وترميم المدارس بمحافظة شمال سيناء شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار أعمال تنمية وتطوير قطاع التعليم بشمال سيناء والذي يأتي على رأس أولويات الوزارة سواء من خلال ترميم وتجديد المدارس القائمة أو إنشاء مدارس جديدة وأوضحت الوزارة أن جملة الاستثمارات التي تم إنفاقها على قطاع التعليم بشمال سيناء خلال عامين بلغت نصف مليار جنيه